السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهنا وسننبكم في شرح جديد. من خلال هذا الشرح ان شاء الله اخواني كرام سنتعرف على طريقة اصلاح او احياء بطارية ميتة مثل هذه. يعني لا تعطي اي فولت ولا تقبل اي شحن ميت تماما ولكن سنريكم طريقة لكي تقوم باصلاحها بطريقة بسيطة جدا. فكل هذا ان شاء الله سنقوم بتفصيله في هذا الفيديو. فقط كل ما عليك اخي الكريم. وان تقوم بالضغط على زر لايك وكذلك اشتراك وذلك فضلا منك وليس امرا لكي نستمر ان شاء الله في الجديد والفيديوات تكون حصرية ان شاء الله. نبدأ على بركة الله هذه بطارية من فئة واحد اثنان واحد فاصلة اثنان فولت ستمائة ميلي امبير فبطارية قوية يعني اه للغاية فبطارية يعني جيدة مثل هذا الحجم وبستمائة ميلي امبير. نقوم بجربتي امامكم. لاحظوا معي الفرق. هذا وجهة الابو متر. نقوم باختيار خاصية الفولت. ونقوم بالفحص. لاحظوا معي هذه البطارية. هذا الموجب. وهذا الناقص. ماذا تعطي? يعني سفر فاصلة سفر ثمانية عشر والت. يعني ضعيف يعني حتى نصف فولت لا يوجد في هذه البطارية. بينما اذا ما قمنا بجربة هذه البطارية. لاحظوا معي الفرق. ماذا ستعطينا. واحد فاصلة ثلاثونة فولت. يعني هي في اه هذه مشحونة جيدا. يعني الفولت الخاص بها واحد فاصلة اثنين. وهي تعطينا واحد فاصلة يعني ثلاثة فولت. يعني جيدة. مشحونة. اما هذه فتعطي لا شيء. لاحظوا معي. يعني ميتة اخواني كرام. فلاحظوا الفرق. حتى اذا قمنا بشحنها. لاحظوا معي. هذا الشاحن مثلا بطارية آآ الليتيوم. ونقوم بالوضع السالف مع السالف. فلاحظوا معي. فهي لا تشحن ابدا. لاحظوا معي. حتى الجهاز يعني لا تتعرف عليها. يعني غير. لا يقرأها الشاحن. وغير متعرف عليها. يعني لا يتعرف عليها. ذلك لا تشحن حتى واذا قمنا بتغيير هذا المنفذ. نقوم بتجربتي على منفذ اخر. فلا تشحن. لاحظوا معي. ميتة. نقوم بجربة هذه البطارية الذي قمنا بتتبق عليها هذه الطريقة. فلاحظوا معي الفرق. فبمجرد ان نقوم بوضعها. ستعطينا يعني الشاحن. لاحظوا معي. يعني تعطيك الخاص بها. وكذلك تبدأ عملية الشحن. وعندما تبدأ في الشحن. فيعطيك عنا عدد يعني يسعد الامبر يتصاعد. لاحظوا معي. يبدأ الامبر يتصاعد هنا واحد وهكذا حتى تشحن بالكامل. يعني هذه جيدة. اما هذه فكما قلنا فهي لا يتعرف عليه الشحن وهي زر يعني بطارية ميتة. لاحظوا معي. فلا شحن ولا اي شيء. فماذا سنفعل اخواني كرم لي احياء متعدي البطارية. فهذا المشكلة السببين هي تكون هذه البطارية متوقفة لمدة طويلة لم تشحن تقريبا مدة تعشر سنوات او ست سنوات. فهي يعني يقع بها خالل. ولكن بطريقة بسيطة ماذا سنحتاج اخواني كرم في هذه العملية او في هذه الطريقة. نحتاج كابل شاحن. اي كابل مثل هذا. تحتاج فقط تقوم بقطعه يكون كابل تاليف. تحتاج منه فقط هذا الرأس. وتقوم بقطعه واستخراج. تحتاج الى سلك اسود وسلك احمر. هذا موجب وهذا ناقص. نقوم بجربة امامكم. كذلك شاحن. شاحن مثل هذا. شاحن خمسة فولت. نقوم بتركيبته. ونقوم بتسبق العملية امامكم. عندما نقوم بفحص الكابل. لاحظوا معي. هذا هو الموجب الزائد وهذا الناقص. لاحظوا معي. خمسة فولت. لاحظتم في خمسة فولت. وهذه البطارية تشحن يعني بتلاتة فولت او اربعة. ولكن سنقوم بهذه الطريقة. ماذا سنقوم بفعلي اخواني كرم سنقضع الناقص السالب الاسود في الناقص. هذا هو الزائد. هذا هو النقص. نقوم بوضع هنا. ونقوم بوضع الموجب الموجب على هذا الرأس. فقط تقريبا اه اربع ثواني. ونقوم بنزع. لاحظوا معي. واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة. ونقوم بالنزع. نقوم الان بجريبة البطارية. بسم الله. لاحظتم اخواني كرم. لاحظوا معي. لاحظتم اخواني كرم. بدأ الفولتية الساعات. لاحظوا معي. بدأت تشحن. هذه البطارية اخرى. هذه البطارية الاخرى. يعني الذي قمنا باصلاحها السابقة. لاحظوا معي. لاحظوا معي. هذه البطارية رقم ثلاثة. والبطارية رقم اثنان. لاحظوا معي هنا. رقم اثنان. هذه رقم اثنان. هذه رقم ثلاثة. عندنا اقوم بالانتقال الى رقم ثلاثة. رقم ثلاثة. ايضا تشحن واحد فاصلة اثنان فولت. فاصلة اثنان فولت. هذه واحد الذي قمنا بتتطبيق عليه العملية الان. فهي فقط تحتاج الى فولت قوي لكي تستعيد يعني الشهن. ناحظوا معي. ثلاثة. اثنان. لاحظتم اخوانكم بطريقة بسيطة جدا. فرقم اثنان هي التي قمنا باصلاحها. هذه رقم اثنان. فلاحظوا معي الامبير بدأ يصعد. لاحظوا معي هنا. واحد بدأت تشحن. وتستجيب للشحن. بطريقة سعلة وبسيطة. وهذه الطريقة يمكنك تتطبيقها على بطارية الليتيوم من فئتي. يعني. آآ من البطارية الكبيرة الحاجم. فبدأت الحمد لله تشحن. نتركها حتى تشحن. آآ بالكامل ونقوم باستعمالها. اذن الى هنا اخواني الكرام يتعي شرح هنا. والعشرح القديم بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.